تعرف الجزء الثالث على شريط أدو الرسم Drawing to the bar وفي هذا المثال سوف نتعرف الكافية رسم الصوت والأشكال اختار الشكل من نريد رسم والشريط على أدوات سعر المثال اختار أداة رسم الصوت فتظهر منطقة رسم الخطوط والأشكال داخل الصند ويظهر أشكال drawing cams الذي يستطيع التحكم في هذه المساحة فتظهر منطقة رسم الخطوط والأشكال فالمؤشر داخل الصوت مع سكيل الموضع على الجزء ثم نضغط نشر مرة أخرى قيم رسم الخط وبالسهدام الاثلاث سوف نضغينا اختيار الشكل وتحريكه وفي ذلك عمل أكبرات على الأسكال سنضغط بموضع على أحد طرف الخط حيث ينسل الاختار لتغيير قياس الخط أو تغيير موضع لنهاية الخط وبنفس الطريقة يمكن أن نجد من الأسهم فنختار الأداء أرغب وضغط المؤشر برحب لرسة وضغط على مفتاح ريكتانجل وضغط مع صاحب المؤشر ذاك الأسفة سوف يتم رسم أشهر المستطيل وضغط على مفتاح شارت أسمى تقدام الأداء سوف يتم رسم أشهر المربع وضغط على مفتاح أوبل وضغط مع صاحب المؤشر ذاك الأسفة يتم رسم أشهر البيضاوي وضغط على مفتاح أشهر أثناء اشهر من هذه الأداء سوف يتم رسم دائما ولإجابة تعديل على هذه الأشهر لابد أن نجد من أشهر أولا وضغط المؤشر بإخدام الأداء على المنشر الذي نرى وإذا أردنا البيار أكثر من أشهر في نفس الوقت نضغط مع صاحب المؤشر من لوحة المفاتيح أشهر الضغط على المعنصر لاختيارها والآن نضغط على الجائرة ونضغط ثم نضغط نفس تلك الأسفة ونختار اللون الأسفة ومن لعنصر نختار اللون الأسفة ثم نضغط على لعنصر ونختار أحد هذه النماذج ونضغط على أداء الشتائل ونختار أحد النماذج والآن نضغط على السهم ونضغط على الرمز أرسل ثم نختار أشهر الذي نريده ونقوم بتلك اللون نموذج الخط أينشتايل المخدمة الرجل ويحتوي أشهر لعدة نفاشة وبضغط على نفاشات يتم تضغيق لكي يحديق الأشكال ونضغط الموجودة لدخله تماما وبضغط على نفاشات يتم تضغيق هذه المشاحة بالتساوي من جهة الجهات يمكننا التحكم في المشاحة ونقوم بتعود مع الشحب أحد هذه الخطوة الموجودة في الأركان أو في منطقة المساطين إلى الداخل أو إلى الخارج كما يمكننا عمل تصغير أو تكاير لجميع العقار الموجودة إلى هذه المشاحة ونضغط على المفتاح مثل دروينج ونضغط مع الشحب أحد هذه المشاحة إلى الداخل أو إلى الخارج فنظر أنه قد تم على الإشكال غير قياس بمع العناصر الموجودة داخل المشاحة الرسل وتستخدم قائمة تيكس لتحديد كيفية التفاف أو إليها بالكتابات من مساحة الرسل ولعمل التفاف بالكتابات لتنيع الجهات حين مساحة الرسل نضغط مفتاح تيكس ثم نختار منها القائمة ولتحديد لون خلفي مساحة الرسل نضغط على ونضغط أحد هذه المشاحة من القائمة كان يمكننا إتيار لون إلى مساحة الرسل من ولفحريب مساحة الرسل تحتويه من عمر نضغط مع الساحة في هذه المشاحة إلى الموقع الذي نريده على المستند ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر